السلام عليكم كيف تماما لبس عليكم بزيانين تمنىكم تكونوا بخير على خير ومنقصكم حتى خير ان شاء الله يا ربي محبيبكم معي اليوم فيديو جديد ونار جديد وغمضة معكم الفيديو لديي اليوم بالصلاة على نبينا اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين كما كتشفو غادي نشارك معكم اليوم اللي مافين بجميع التفاصيل دياله اللي كتبع في المحلة الكبرى غادي تتنجح معاكم من أول مرة وما كتستعملوا فيها لخلط كربائي لتش حاجة سالمالة وغادي نجد معاكم تذيك الأكواب الورقية بشايدة اللي ما غاديش يتقدر تشريعهم أولا ما كتوفروا شي عندها تقدر تعدل هيدا لما فين نولي داتا خلوكم معايا في الفيديو حتى الاخر بيش تشوفوا التفاصيل دياله اللي ما فين هادو ويطلع لكم ناشحين في حل مخابز الكوبرة أول حاجة غادي نبدأ بها غادي نعدل هادو كل أكواب الوراقية هنا يا عندي هاد الكويت تتعدو للقطر ديالهم خمستاش على خمستاش يعني كتقطعوه خمستاش على خمستاش لما عندوش هاد الأشكال هادو غادي يستعمل ورقة طبخ اللي كان نزلوه لاللطة ديال فران والطريقة ديالهم سالة مالة بيش تعدلهم كما كان عرفهم اللي كم شو نشيرهم أنا كان جبرهم صارحة كيتبعوه في تيدي او لا في بلايس اللي كي بيعادش ديال الحلويات عشرة ديال ديال الأكواب حدو مثلا مجوش ديال الأورو أما فضل كيتحولينا خاصي واقتصاديا نقطعوه غاديك ورقة طبخ أنا بما أنا كيتوفروا لي كيتوفروا لي عدو الورقة هادا اللي مقطع واجد فكان عدلهم بعد هادا بنتشيرتهم الشيئين فاكي هي كتجي فيها خمسين خمسين حبا كامل بإوروش حاجاته وكيتح صراحة أرخي سيدة أنا كنستعملوا في مملاحة وكنستعملوا بزاف ديال الحاجات كيف ما كتوفو كانت تني ديك من بعد ما تنيت الورقة على أربعة كان كانت تني لهاي دم من الجوانب دياله كنحاول أنني نلويها كيف ما كتوفو ديك الثانية اللي تنيتو كانت هي الشكل ديال ديك الكاس اللي اللي عدلت به صفو غادي نعملهم فضل قالب هادا اللي خاص بلي مادلين او للي كوبكيك وغادي نكمل بنافس الطريقة غادي نسألي الكيمية اللي كخصني نعمل فيها اللي ما عنداش الخاطر وما توفروا شي عندها هادو تقدر تعمل غير كوغطات ديال اللي مادلين ولكن ما غاديش يجوها مياه في مياه بنفس الشكل الاحساب اللي ما فين كيجو طالعين وكيجو منفخين يعني كيجو عاليين فنفضل أننا نعدلوا هذا الورق هادا بيدنا صفو كانت تنيها على اربعة وكان نحاول هادو كل جوانب نضغط عليهم زيان فوق واحد الكاس صفو كان عملوا في ذاك القلب ديال اللي كوبكيك وخاك يزلق الكاس ماشي مشكل غادي تبقوا معهم حتى غادي تساليهم يعني يبغتوا يتعدلهم على شي طبيلة يكون فيها المنطي لاش حاجة ما تزلقهم شي عملوهم معه وتاني صفو كان عملوا في القلب وكان ضغط عليها وغام قطع غا نسالي كل شي بنفس الطريق ونعياج بارتوني غادي نوجد عوتاني هادو التوكلة هادا اللي غادي جيني افوس اللي ما فين أنا كنستعمل هادا النوعية الجيدة غادي نقطعه عندي عندي مياو خمسة وعشرين جرام ديال التوكلة انا غادي اخلي لكم عوتاني المقادر بحال دائما مضبوطين في صندق الوصف بيش ما عندكم فاين تلفو صفو غادي نقطعه لشكل مربعات هذا ولا غادي جينا في الوسط ديال اللي ما فين ومن بعد ما كي طيب كي جي داي بوسط منهم كي جوف فنين كي جي مدق ديالهم واعر بزاف صفو غادي نحاول نقطعه من قطعه صغيرة التوكلة كنقطعه كبير شوية ثم تستعملوا اي توكلة كيعجبكم يعني وخي كون توكلة بالحليب موين توكلة يكون مزيون في المدق دياله وصافي ما نستعملوا شي فيهم غير ديك توكلة غالا ولا التوكلة العادي نهنا يا عب تاني غادي نعمل تقيق غادي نغارب له ضروري انكم تعملوا هذه العملية اه قبل ما تبدو تعدلو دك اه هدك اه لما فين عندي تلتمية القرام ديال 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 دقيق خمسين قرام ديال كاكا والمر والخميرة ديال الخميرة ديال الحلوية ديال عشرة قرام وقريصة ديال ملحم ويمد النواشف كاملين غادي ننغرب لهم ونحيدهم على جانب هالطريقة هادي غادي تعملوها قبل ما انكم اه تبدو توجدو اللي ما فين ديال كومنية غادي نمجوش بيطات عندي نعمل السكر مياو خمسة وشرين السكر الاشقر او للسكر مورينو وليما كيتوفرش عندو قدار تستعمل السكر الابيض ارهو مباد سكر مورينو كيجو امزي ونين مدق ديالهم وما كيجو شو حلوين بزف سوفي غادي نحركم مزيان حتى غادي نحسب ديك البيطات ولا اللي اللون ديالهم بياد وميو قد يعني نعملو قد السكر قد زيت مية وعشرين جرام كتجي هي كاس واربع ديال السكر كاس واربع ديال الزيت وجوش قجورة ديال اليوغور يا اما تستعملو ديال فاني اما تستعملو طبيعي بالسكر انا هنا يا هادا كان بقلي واحد بالتوكلات واحد ديال فاني فاستعملت هذا بيدو ناتورا غير هو زي دين فيديك الحبيبة ديال التوكلات فاقلت نعملو غير هو العبار فيه جوش ديال اليوغور ديال الفاني او للفاني واللم عفوا ان دانون طبيعي بالسكر يعني ضروري يكون طبيعي بالسكر او لدانون ديال الفاني غادي تعملو منو جوج يعني ما يعادل مية وخمسين جرام ديال اليوغور تيقوني لا جربتم غادي تولو مدمينين اليوم وغادي يعجبوكم بزا فصراحة ما غادي شي تندمو انكم تعدلوه صافي غادي نحاركو معاو تانيم زيانتين دمجولي مع بعض ديتم وغادي نبدا نضيف الزيت شوية بشوية ما تتكوبوش في داربه وحده غير شوية بشوية على دفوعات وغادي نستمر في التحريك ديال ديال هاد الخالطة هيدا كي ما قلتكم ما خلي ما كيتوفرش عندو الخالط الكارة باقي غادي قدر يعدلها دو حت كي وجدو بلا بلا ما انكم تستعملو دك الخالط الكارة باقي ناي غادي نجيب دك النواشف اللي عدلتم مع بعض ديتم الدقيق مع الكاكاو مع الخميرة وغادي نضيف اليوم هاداك الخالط اللي اللي خلطنا ديال بيطات مع اليوغور مع الزيت غادي نضيف اليوم شوية بشوية غادي نبدأ دابا غير بسباتولة غادي حييت الفوي ما غاديش نستعملو مرة دابا غادي نكملو غير بسباتولة وحنا هيك نحركو سوف يكبت هاداك الخالط كامل كيف ما كتشوفو وغادي نبدأ ايضا نخلط غير من تحت الفوق حتى غادي ندمجو لي مع بعض ديتم هاداك بيطات مع هاداك الطحين والكاكاو الخميرة صراحة غيات غياكي وجدو غيره ما كتدوا الوقت شوية طويل في الطيب يعني غادي تماهلوا لهم العفية وغادي تخليهم يطيبوا على خطرهم هنا هي من بعد ما خلطتم مزيين كنت حييت شوية ديال دقيق من ديك 300 جرم ديال دقيق اللي كنت اللي كنت عندي باش غادي نخلطوا مع هادا التوكولاتة هادا اللي قطعتو معاكم وغادي نضيفو على هاداك الخالط هاداك كامل غادي نضيفوه نعودو بالتحريك عندي هنا مية وسبعين جرام ديال توكولاتة السوداء كنحاول ان انا ما نسيب شي بالزار ديال التقيق حييت كنشوفو القوام دياللي مارفين ديالي هو هاداك يعني التقيق عملوا الكمية اللي عملتكم انا يعني العبار ديال 300 مياد القرم واللي غادي تعملو باش ما يجيوكم شي قاسحين من ديك 300 مياد القرم غادي تحيدو ضروري انكم تحيدو حمغروفة كبيرة باش غادي تخلطوا بها التوكولاتة دياللي ما دخلش في العبار فهمتو يعني ليش كن عملو التقيق باش كي جينات توكولاتة دا فوسط لي مافين وما كيهاودش في فلقاء وانتو ما غادي تشوفو في الاخر ديال الفيديو انا حليت وحدة وريتالكم كيف جات من الواسط ديالا كتجي كتحمق خصوصا الناس ايدي اللي كتعجبوهم التوكولات غادي تعجبوهم هاد الوصفة هادي بازف لحسب كيجي في هاداك الكاكا والمر وكيجي فوسط منه التوكولات كتجي رائعة بازف سوف نعمر هذه الكوغة اللي كنت عدلت معاكم او للقوالب انا غادي انا مجوج معالاق من هادا من هادي ديال ديال مغارف ديال لاجلاس باش يبقى ليعو تاني فين يتنفخو لي ويتطلوه ضروري انكم تعمروا ميدا بشي مغروفة او لشي مغروفة ديال لاجلاس لحسا في يوم ديك طروفة ديال التوكولات كبارين ما غادي شي خرجو لكم من البوش او لمشي من ديك اللي كتخرج الخالط ديال ديال اللي مادلي صافي هنا يا كانت سحب لتليفون كي صور ولكن جبالتو مكي صور شي غير زيت هاد التوكولات هادا اه مقطح تا هو متلو تاور الشتالي شوية ديال تقيق والي زي ينتبه لجاك اللي كان ملا جو ديال التوكولاتات كان اللي كان ملا اه تلاتة اللي ما عنده شي هذا تقدر تعمل لتوكولات ديال كوكيز او لتخليهم عيدا كي رو التوكولات صراحة كي زي ديتهم اه منظر مزيون وكي جي يعني شكل ديال لي ما فين كي ما كتعرفو ضروري انها كيكون عامر بالتوكولات سوف ندخلهم للفرن بسخنة 180 درجة سوف نمهلوهم العفية و سوف نخلوهم يطيبوهم من بعد ما يلا خرجتهم للفرن سوف نخلوهم يبردو شوية و سوف نحيدوهم من هذه القوالي بهذه دخلوهم يبردو غير شوية كي ما قد كم انا مهلتوهم العفية مرة مرة كنت طلل اليوم سوف نشيط فيهم واحد الدكال عودية شوية شوفتم كيفش اه اه كيف الزعم الطيب ديالهم عادة كتفيت عليهم و هاو الشكل ديالهم كيفش كي يجي انا زوقتهم هيدا في كل عيبات اللي كيتعمروا عمت غيرت توكولات مع الحليب و دوبتهم مزيان و ملتون فوس منهم هيدا بيش تقدموه لدويفتركم او للوليداتكم يعني تزين كيبقى لحصة بالدوقة كل واحد فيكم كيجوا مزيونين كيجوا رائعين كنصحكم انكم جربوهم بتنسوني شهيدا من اللي لاك ديالكم و البرتاج ديالكم و الكومونتيرات ديالكم الرائعة بيشجعوني ايضا اكتر و اكتر شوفوا كيفش كيجوا ابنت كيجوا في حاسبونخة كيجوا مفشفشين كيجوا معلكن كيجي دك تشوكولات سايح في وسط منهم صراحة كيجوا في فنين يعني كيستحقوا التجربة غد يعجبوهم ولدتكم و غد يعجبوكم حتى انتوهم شوفوا كيفش كيجوا بنت ملوسط كيجوا كيجوا كيحمق كيجوا عامرين بدك تشوكولات كيجوا معلكن كيما قلتكم يعني كيستحقوا انكم تجربوهم السلام عليكم و نتلقى في فيديو جديد ان شاء الله السلام عليكم